اشتركوا في القناة المال وسلطان الملك لأن سلطان العلم إنما يتوجه إلى القلوب بينما سلطان المال والملك يتصلط على الأبدان فمن ملك القلب خير من ذلك الذي يملك البدن ولهذا كان أهل العلم لهم المواقف المشرفة ولهم الأقوال الثابتة ولهم التأييدات الموفقة ومن ذلك قول رب عز وجل عندما قص علينا قصة موسى عندما قال لقومه دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال الله قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ودخلوا عليهم الباب أنعم عليهم بالهداية والإيمان والعلم فنصيحتي لنفسي أولا ثم لإخواني أن نجتهد في تحصيل العلم النافع لعل الله تعالى أن ينفع بنا وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة شكرا